السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العمل الجماعي من لا يرغب في أن يعلم الأبناء في المدارس في الروضة وفي الجامعات العمل الجماعي استراتيجية العمل الجماعي تحتاج إلى فرق عمل وتحتاج إلى مجموعات صغيرة من الأبناء من التلاميذ من الطلبة عشان يشتركوا مع بعض وينفزوا نشاط معين أو يحلوا مشكلة مطروحة ويتبدلوا الأفكار والأدوار ويعين كل منهم الآخر في تعلم المطلوب حسب إمكاناته وقدراته من الأمراض الموجودة في علامنا العربية أننا لا ندرب الأبناء كفرق عمل الأنا والخوف من العمل مع الفريق وبالتالي الرؤساء المؤسسات دائما لديهم شعور بالخوف والرغبة في أن الكرسي يروح وما فيش رغبة في أن يبقى فيه صف تاني وما فيش رغبة أن استراتيجيات التفويض تبقى قائمة وأن اللي قاعد على الكرسي لا يريد للآخر الموجود في معاه في نفس المؤسسة أنه يأتي مكانه وبالتالي صعب أنك تلاقي نقل الخبرات لأن هؤلاء وهم صغار لم يدربوا على أن يعملوا في ما يسمى بالتعلم معا تفكر زاوج شارك تعلم التعاون تفعيل الأنشطة تعلم الجماعة يا جماعة مهم لصناعة الأمة مهم تحت مظلط وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم وبعدين أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقزكم منها التأليف ما بين القلوب ما بيجيش كده لا ده بيجي نتيجة نية وبيجي نتيجة إرادة ونتيجة عمل يسبق كل هذا إيمان بالله سبحانه وتعالى العمل الجماعي ليس من باب المصلحة الخاصة وإن من باب مصلحة الأمة واصلحة المجتمع وليه هذا مجتمع اللي تلاقي فيه فوضى وفيه انتهاك للمؤسسات وضياع وفساد إداري وتجني على المال العام وإساءة الممتلكات العامة المواصلات الأطرات الأوتوبيسات الأماكن العامة الفنادق العامة المدارس الجامعات اعرف إن هنا قضية الانتماء مش موجودة لأن العمل الجماعي مش موجود لأن فرق العمل مش موجود طيب كيف نستعيد ذلك من خلال استراتيجيات التدريس التي يجب أن يكون لها أساس قائم في المدرسة مدرسين أصلا متخصمين مع بعض مدرسين بيكرهوا بعض مدرسين لا يحب بعضهم البعض ولا يحب الخير للآخر هتنتظر منه كيف هو نفسه يساهم في دفع هؤلاء إلى العمل الجماعي إذن عندك إشكالية كبيرة إشكالية المنظومة داخل المدرسة المنظومة داخل الإدارة المنظومة داخل المدرية المنظومة داخل الوزارة وحالة الصدام الغريب ما بين الناس إذا أردنا أن المناهج الدراسية تشتغل والمعلم يشتغل في المدرسة فلابد من المرونة لابد من التدريب لابد من التعزيز لابد من الترغيب العمل الجماعي بيجي بالمنأشة المفتوحة ممظمة بيجي من خلال المقابلات الطاولة المستديرة نعود ونتكلم تدريب الزملاء فكر انطقي زميل شارك تعلم الجماعي والتعلم التعاوني ولو أشكال مختلفة نظام الزمالة الكلام ده كله يؤسس لعمل جماعي حقيقي خلونا بسرعة نشوف شروط نجاح أسلوب العمل الجماعي أولا أنا أحط أول شرط من عندي النية إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مريء منوه نيتك إيه؟ عشان يقولوا عنك أن أنت لا ما النية إذن الفريق المجموعة السليمة التي يشعر كل مشترك فيها مشترك إنه حر في التعبير عن رأيه لديه الفرصة للتعبير والمشاركة لديه استعداد كامل للإصغاء إلى الآخرين بجدية يناقش يحاور يتبادل الخبرات داخل المجموعة يستمع إلى رأيه يقارن أفكار القديمة بالأفكار الجديدة يفكر في كيفية الاستفادة من هذه الأفكار هنا يتم صناعة الأفراد وصناعة الجماعة بشكل حقيقي شروط نجاح العمل كما قلت النية الإخلاص المبادرة تكون المهمة مطلوبة وواضحة لا يتجاوز عدد أعضاء المجموعة خمسة سبعة من المشاركين على الأكثر يجلسوا بحيث يرى بعضهم البعض ما تبقى الزفة يعني مش مولد تحتاج كل مجموعة إلى منسق ينظم إيقاع العمل فيها وإلى موثق يكتب ما توصلت إليه المجموعة أيضا من شروط نجاح أسلوب العمل الجماعي وأنا عايزكم تركزوا معايا في هذا الأمر كل مجموعة تختار شعار أو رمز تلتف حوله مجموعة النجاح الظهور اليسمين العطاء المفكرين المبدعين سمي نفسك زي ما تسمي توزيع المهم بين أفراد المجموعة والتأكد من وضحها يقول لك الله أو أنت عايز مننا إيه لازم الناس تبقى عارفة الاتفاق على قواعد تنظيم عمل المجموعة وتوفير فرص الحوار والاختيار الديمقراطي الذي يتيح المجال للجميع بالمشاركة بقاش تلاتة نايمين واحد قعد شغال أو اتنين شغالين فيش كلام ده مش ما ينفعش يشعر الجميع فيها بالمساواة شفاء رئيس ومرؤوس الرئيس الآن مرؤوس غدا والمتفاعل يعني الكل في حال التناوم توفير أكبر قدر ممكن من التواصل بحيث يشاهد المشارك جميع المشاركين تتيح مجال الحركة يشعروا بالرحة النفسية الناس المشاركة في هذا العمل طيب تشكيل المجموعة لاختيار الحر كل مجموعة تختار أعضاء التصنيف باستخدام رموز متعددة أرقام أسماء أي مكان ألوان طيب اختيار المخطط يقترح المعلم تشكيل محدد لضمان التنويع في القدرات أو الاهتمام في المجموعة الواحدة يعني بهذا الأمر توسيق العمل أمر مهم جدا يجب على كل مجموعة تلخيش سير العمل فيها وإدراج أهم النقاط التي خرجت بها المناقشة وذلك بهدف عرضها أمام المجموعات الأخرى ممكن التوسيق يبقى كتابي ممكن يبقى من خلال الرسم وممكن يبقى من خلال المناقشات دوري إيه كمعلم في تطوير استراتيجية العمل الجماعي واستخدامه واحد أحدد الخطوات العريضة والنهايات الزمنية أمامكم قد كده وقت متفهم جدا لكيفية عمل المجموعات حسب مراحل التطور بساعد الطلبة على اكتساب السلوك الإيجابي للعمل الجماعي ألخص وأوجز العمل الذي تم في مجموعات في النهاية أدعم الطلبة الخجولين وغير المشاركين وبشجعهم أعلم الطلبة من خلال الملاحظة المستمرة وأقومهم من خلال ملاحظاتي ومتابعاتي أراقب من خلال تجولي وإصغائي أوزع الطلبة في مجموعات بحيث أضمن التنويع في قدرات المجموعة الوحدة ما تبقاش مجموعة متميزين جدا ومجموعة ناس كده ما تبقاش مجموعة متفعلة اجتماعية ومجموعة عندها انطواء لمفعش وغير ترتيب الصف بحيث يسهل عمل المجموعات الكبلفات ده اسمه التعلم من خلال العمل الجماعي ترى هل لدينا القدرة الآن في أن نفعل ما قلناه الآن في واقعنا الدراسي في الابتداء والإعداد والثنو بل في الجامعة أم لا إذا كانت الإجابة بلا يبقى ما فيش داعي إن حد يسمع الفيديو وما فيش حد داعي ما فيش داعي إن إحنا نتكلم في هذه الأمور إذا كانت الإجابة بنعم فلازم نسمعه كويس ونطبق الخطوات اللي فاتت ونضيف إليها وإحنا مجموعة الآن نفكر سويا كيف ننهض بعملية التعليم والتعلم في بيئة أصبحت تأن من تبعات كثيرة وفوضى الدروس الخصوصية وفوضى المنظومة التي تحتاج إلى إعادة صياغة مرة أخرى نلتقي على خير مع التعلم من خلال النشاط وكيف يمكن تفعيله عبر استراتيجيات هادفة